وشوهوا قطر أبشع تشويه حرب كانت من الأنظمة المستبدة وتابعيها محور الشر اللي اهو هتصدقوا مهما لبس مسكات ده محور نجس حرب كانت من هذه العصابة اللي شاركت في حصار قطر وكان بينهم وبين غزو قطر سبحانه ربك هزيمة الحقيقة لهؤلاء المرتزقة وسقط المتاع كان يخرجوا مرتزقة زي اللابني آدم المفروض أنه فنان أحمد آدم شيء حقير ويعني مشهد مقزز الرجل ده بقى مقزز مفروض أنه فنان الخسارة لأمثال هؤلاء من سقط المتاع سي أحمد آدم اللي كان يتحدث بهذه اللهجة الغريبة والحقيرة والمنفرة نطلع اللي بيجي على مصر بيكسب ويكسب عادي ويكسب كتير قوي طبعا هي لمصر ولا حاجة يا جماعة دي عصابة مجرمة مسميها نفسها مصر بلدنا مسروقة ومحتلة لو حدش عارف يعرف أن بلدنا مسروقة محتلة العسكر محتلنها ودي عصابة مدوراة وللأسف الشعب كله بيدفع التمن دلوقتي قهر وقلة كرامة وضياع واقتصاد وأيام ما يعلم بها لربنا حد يقولي البتاع أنا بقولك الحقيقة حد معك يقولي بس ما تقولش كده أقولش كده إيه يا دي اللي حصل هو ده اللي هي دي النتيجة ودي كانت اللغة وهي مصر بتستنى الفتاة اللي بترميه قطر للأسف واللي جيه على مصر كسب هو اللي جيه على عصابة النكسة مصر أكبر منكم يا أنجاس وبرضو دي مش اللقطة بتاعت أحمد آدم إن شاء الله في الفيديو بتاع لما ينزل على السوشيل هخلي زميلي يسقطوا اللقطة دي مهمة جدا كانت في لقاء كان أوسخ من هذا التهريك وأقسم بالله إنه لا يمكن قطر تنظم كاس العالم واللي جيه على عصابة كسب وفاز وحقق مكاسب لا نهائية ولا بقى في حاجة اسمها جرائم قطر ولا اللي قتل أولادنا ولا أي حاجة خالص أي حاجة خالص ده كان الأداء قطر جات على العصابة فعمرها ما تنظم كاس العالم والمخبر وكل الإعلام النجس إعلامنا اللي جوا في الداخل للأسف يا جماعة والله ده شيء محزن كان في نفس الأداء النجس كل هؤلاء سقط متاع ها انت ربك نصر قطر النهارد الأمير لبس ميس العباية مش وسقطت العباية زي فيلم الإمعة كمان بتاع الأنبوبة هاني رمزي اللي راح قطر وأشد بقطر أشد بقطر ده غير عمود الخيمة بقى بتاع التعريض وغيرهم بقولك كل دول الخاسين اللي ربك نصر كاس العالم لأول مرة فاشخة القوسط انتظروا فقرة خاصة عن طاق المنديال وهي قطر هتفضل موجودة لغاية 22 هي فضلت موجودة لغاية 22 بفضل ربك وأصبح أمثالك ومن على شاكلتك تتغنوا بقطر وتاخد بالجزمة أيها الإعلام المركوب وتشيد بقطر وقدرش تفتح بؤك على قطر فقطر نظمت كاس العالم وانتصرت على الكل بفضل ربك انتصرت على هؤلاء المرتزقة اللي يقاني الأوان من بعيد الليقول ان الدنيا مقلوبة انهم يختفوا تماما بعد أن أصبحوا بلا أي قيمة ربك نصر قطر أضعاف مضعفة ما كانت بتحلم وده درس آخر اجتهد بأقصى ما تستطيع وسيب نتائج على ربنا قوم يبقى المنديال المنديال فلسطين وتقدر تثبت تحصل الوضع السياسي اللي قابليها فتقدر تثبت الحكايات فيها وتفرض كلمتها ولا تخضع لكل هذه الضغوطات والسيكو سيكو سيكو وات ويطلع رئيس التعادل بنفسه يعلق الأرقام على الملأ في 48 ساعة اللي فاتت قالك أعظم وأهم منديال والعظم اللي هو وحده في كاس العالم وبالأرقام وقعد يعد أكبر نسبة تذاكر وأكبر نسبة مشاهدة وأكبر نسبة وأكبر 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 سبحان ربك فهم ربنا فتح عليهم من وسع كان مهم جداً نغلق هذا الملف في ملف في كاس العالم حقيقة اللي انتهى نهاية من وجهة نظرنا المتوضع المتعاطف مع ميسي آه حقيقة آه آه هذا الرجل كان يستحق تلك النهاية هذه النهاية النموذجية اللي ما بتيجي في الأفلام الناس بتقول بس أوبر كانت النهاية أوبر وقطر كانت تستحق وفلسطين كانت تستحق والأهم والأهم من كل ده أن المغرب كانت تستحق وتستحق وتستحق وخلت وأنهت بإذن الله للأبد أي حد بعد كده هيقولي الكلام العفش زي ما بنقول في الصعيد بتاع التمثيل المشرف هيقوله خد فشار ودخواتك ربك خلى المغرب سبب وبرضو المغرب زي ما حكينا شوف درس الإصرار قاتلك قتال رهيب سواء عشان تنظم أو المشاركات فدانت لها كل الأرقام والقادم أفضل